وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 36838 قضية تامونية متنوعة من بينها 491 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 12 ألف استوانات وضبط 77 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 361 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 171 قضية بيع السلع التامونية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 15 طن ونصف سلع غزائية متنوعة وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 40 ونصف طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 7339 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت ما يقرب من 892 ونصف طن سلع غزائية متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 101 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 909 طن سلع استراتيجية و162 طن مواد بناء إضافة إلى ضبط 13 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزياد من السعر بمضبوطات بلغت 227 طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 753 ألفا و569 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14038 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 641 سائقا منهم كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1744 من سائق حافلات المدارس وتبين إيجابية عشر حالات كما تم فحص 1536 مركبة وتبين مخالفة عدد 47 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 1761 سيارة و239 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 56734 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 344243 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 281 مليون جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1157 قضية من بينها 697 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 436 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت أكثر من 6 ألاف نسخة من كتب أدبية وملازم تعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 283 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 550 مليون ونصف جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6249 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 10 مليار و742 مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16.989.173 جنيها